السلام عليكم ورحمة الله قديري اللي بس اليكم متمنى ان شاء الله تكونوا كاملين باخر وعلى خير داخل المغرب وخارج المغرب يتم ان شاء الله نشارك معكم شنيك اللي بلاجينة عادية وتيجي صراحة الله زون ومورطق مزين قدر اي سيدة قدر تطير في المنزل ديلا عندي هنا يا 400 جرام ديلا لتقيق الفورس عبارة جوز ليفت عندي ملعقة صغيرة ديلا الملحة ان شاء الله دلفيدي المينا للاعجاب ديالكم جوجي معالق ديال خميرة ديال الخبز انا هي ما حضرتش لمقادر مقبل اه خدمت دياريكت خمسات المعالق ديال آآ سكر حبيبات ما بغش نزرب الفيديو دينا يا خمسات المعالق ديال زيت النباتية اتمنى ان شاء الله ينال اعجاب ديالكم صافي هنا اياك نجمع العجين ديالنا بالما دافي ما تكونش العجينة طقيلة ولا خفيفة بحال العجين ديال مسمن صافي هنا العجين ديالنا كتبغي شوية دليك كيف ما كتشوفوا العجينة كتولي ارتباء وزوينة صافي هنا كنا نغطيها بلاستيك الغذاء نخليها ترتاح لمدة نساعة صافي هناك ناخد العجين ديالنا بعد المعدة مدة ثلاثين دقيقة كي يضعف الحجم دياله كتخرج باحد العجينة اللي رائعة بزاف كنخرج من ذاك اللي هو اللي فيها نقسمها على جوج كنستانو هنا بالمايزينة وتنورقو بالمايزينة كي يجي حسمن لو ورقتي بالدقيقة صافي كنخليها ترتاح واحد الخمسة ديال الدقايق كناخد هنا مية وخمسة عشرين كرام ديال الزبدة كندوبة كنضيف لها واحد ثلاثة طر ربعات المعالقة ديال المايزينة كنورقو لعجين ديالنا صافي هناك ناخد الكوراية اللولى بعد المرتاح لمدة خمسة ديال الدقايق كناخد هناك ناشا كندير الطريقة بحال العجينة المورقة لطريقة سعلا مالا ما صعباش صارحتي يجوز ويني بزيف نتمنى ان شاء الله تجربوه ويجوكم سعلا ويجبوكم في نفس الوقت كناخد كنت مترسل كناخد كنت تشاهد طريقة الزبدة مع الناشا بلدير بحر الكريمة نضعه أضع عجينة كلها نضعه على الطريقة بحر الشكل مسمنا نضعه على جنب صافي هناك ناخدو العاجي اللول. عندي هنايا طمار ازبي مقطة. عندي البيبيت شوكولا. عندي هنايا المربا دي المشمش. ممكن تديروا اي مربا اخر تعجبكم. صافي هنايا كنسرحو العجين ديالنا. نعطوها شكل مستطيل. ونعاونه في نفس الوقت بيدينا لاش ناشي جنب بيعواج نعاونه انه ندروا بيدينا. يعني طبق الله كتشوفوا العجين رام ورقة فيها الطبقات. يعني ما كتاخد معكم مش واحد الوقت بزاف وضغية كتوجد. ورامضان ان شاء الله على الابواب. انسان تبينوها شوية في الطبيل ديالو. ذاكشي تكون سهل مهل. ومال احسن تديرو النشا. نسرحوها مزيان. صافي هناك نديرو المربه. هناك تدير المربة اللي في عدوك الطريفات ماشي المربة الحلويات ممكن تديروا اي مكسر عندكم في منزل ديالكم انا هنقدر تتغير طمر والزبيب اللي كيجو صراحة الله تيجي فيهم الشنك زوين بزيف وهذا اللي بي بي تشوكولا وضعه التاو من الفق صافي انا بدوك اللوي ولكن منزلو ش اللاجينة بزيف نخلي ودوك الفراغات شوية صافي هنا يا كناخد شوية ديال الماء كنديرو في الخار ديال العجين من الاحسن ما تديروش للمربة باش يساعد كم على السدان انا راني نسيت عود حيتو صافي كنوركوها كم زيان بصبعاتنا تدت سد العجينة باش ما تخرش الحشوة ناخد هنا يا واحد الخيط كنقطع ذاك الطرف اللون من الاحسن تديرو الخيط ما تديروش السكين سيخرج الحشوة في نفس الوقت ما كيعطيك الشكل دائري صافي هنا يا كد بها الطريقة هادي تتكمل العجين ديالنا ممكن تديروهم صغار او كبار اللي بغضوا انا هنا راني خلط نظرت الكبير والصغير باش تشوفوا الكبار كيتيجو والصغار كيتيجو صافي هنا كنبقوا هادي بعض الطريقات ها نكمل العجين ديالنا ونخليوها العجين تدخمر صافي هنا يا شنك ديالنا هاو خماء واندوك اللي صغير نعمة تضعف الحجم ديالو ممكن تتوسطين واندوك اللي كبرت لهم القطعة وهو ما عادو هنا يشنك ديالنا هاو جد نقطع اللي دهنتو فيه بلبيض بلمح ديال البيض ونقطات ديال الخل تحدفليه صافي هنا يكت تسخني الفرام زيان وكتو ضعيفيه الطواء وتخلي طيب على خاطره كيف ما كتشوفوا راوطي خرج محمر وزوين هنا كندهنهم بشوية ديال العسل ممكن تمديروا النبطة جالي حسب الدق كيجو واحد شنكات اللي رائعين ورطبين وفي نفس الوقت ساعلين واقتصاديين تقدر اي امرأة تقدر تديرهم في دارها بدك الشيلي متوفر عندك في الدار عندك صافي هنا يكا ندير نايا كاو كاو كون قاسي وفي غميسيال شنك ديالنا هوا غنحل معاكم واحدة شوفها من الداخل لراها كتكون در طباها وفي نفس الوقت العجي نرام ورقة وزوينة والبنة حاضرة تمنى ان شاء الله نكون ندحو سنطن ديالكم وتجربوا هاد الوصفة هادي وما تنسوني شبلي لايك ديالكم وتعليق ديالكم زوينة هذا فضل منكم ماشي امر وما السلام اشتركوا في القناة موسيقى